أقل أخ صالح الصماد رئيس المجلس السياسي الأعلى في القصر الجمهوري بصناع اليوم محافظة تعز عبد الجندي جرى خلال اللقاء مناقشة الأوضاع الصحية والتعليمية في المحافظة ومستوى تقديم الخدمات ومشكلات الطلاب وطالبات جامعة تعز والمعالجة المتاخذة لصالحهم وما تحملت محافظة إب من أعباء احتوائهم في الكلية المختلفة كما ناقش اللقاء مستوى تقديم الخدمات العامة ونفقات تشغيلية للقطاع الصحي في المحافظة لهذا الجانب وسبل تعزيزها وقد أشهد رئيس المجلس السياسي الأعلى في اللقاء بما تقدمه قيادة المحافظة ممثلة بالمحافظة والقيادات المحلية من جهود ومبادلات في مواجهة العدوان السعودي الأمريكي ومخططات المستهتفى للمحافظة ونسيجها الاجتماعي ونوه رئيس المجلس بالوعي الراقي والمتقدم الذي سجله أبناء محافظة تعز ومساهمتهم الفئالة في كشف المؤامرة والعدوان على اليمن منذ وقت مبكر وأكد العدوان غير المعلن الذي سهد في البنية الاقتصادية لليمن وعمل على إعاقة وصولها إلى ما تستحقه من تطور والزهار من جانبي أعرب محافظة تعز عن تقدير العالي والثقة وتأيد الذي يكون أبناء المحافظة لرئاسة المجلس السياسي وعضائه وإيمانهم المطلق بانتصار اليمن ضد هذه المؤامرة الدولية وجدارتها بالمضي نحو المستقبل بثبات وتغلب أبناء تعز كما كل أبناء اليمن على المؤامرة التي سهدفت النسيج الموحد للمجتمع اليمني ترجمة نانسي قنقر